الإخوة المتعلمون تحية طيبة وبعض نحن في بداية الأسبوع الثاني الدرس الأول من وصف الحركة وسنتناول في ذلك الحركة الخطية بتسارع ثابت ثم نشتق القوانين الأساسية لهذه الحركة نبدأ A أي التسارع اللحظي يساوي constant يساوي ثابت ورأينا في الأسبوع السابق أنه إذا كانت A تساوي constant فإن A تساوي A average أي أن القيمة اللحظية للتسارع تساوي القيمة المتوسطة وA average تساوي V minus V0 على T minus T0 الفرق في السرعة ما بين V و V0 T minus T0 وإذا كما جرت العادة نضع T0 تساوي 0 فهذا يعطينا اشتقاق العام للقانون الأول للحركة بتسارع ثابت على الصورة V تساوي V0 زائد A في T وهذه المعادلة الأولى للحركة بتسارع ثابت نعود إلى المعادلة الأولى A تساوي A average وعندما تكون A تساوي constant فإن V average تساوي V زائد V0 على 2 والاشتقاق معادلة الموقع X of T تساوي X0 زائد V average T وبالتعويض عن V average بV زائد V0 على 2 هذا يساوي X0 زائد V زائد V0 بين قوسين على 2 مضروب في T وبالتعويض عن V من المعادلة الأولى بV0 زائد A T تصبح X of T تساوي X0 زائد V0 T زائد نص A في T square وهذه المعادلة الرئيسية الثانية للحركة بتسارع ثابت ويمكن الاستغناء عن الزمن T في المعادلة 2 من المعادلة الأولى إذن from equation 1 في عادلة T تساوي V minus V0 V minus V0 على A وهذا يعطينا X of T وهذا يعطينا X of T يساوي X0 زائد V0 في V minus V0 over A زائد نص A في V minus V0 على A لكل سكوير وبجمع الحدود وترتيبها نحصل على المعادلة الثالثة V square equals V node square V0 square زائد 2A X minus X0 وهذه المعادلة الثالثة أما المعادلة الرابعة والأخيرة فهي التي أشرنا إليها سابقا من أن V average V average يساوي V زائد V0 على 2 وكل هذا صحيح فقط إذا كانت A تساوي constant و قد جمعنا المعادلات الأربعة السابقة في مكان واحد تسهيلا للعودة إليها عندما نحتاج إليها في حل المسائل هذه هي المعادلات الأربعة التي تم اشتقاقها قبل قليل V تساوي V node زائد A T V average تساوي V node زائد V على 2 X تساوي X0 زائد V0 T زائد نص A T square والمعادلة الأخيرة V square يساوي V node square زائد 2A X minus X0 وهذه المجموعة من المعادلات تعتبر هامة جدا بل من أهم المعادلات في وصف الحركة القطية لكثرة ورودها في أمثلة وتمارين متعددة ترجمة نانسي قنقر